وإلى الأحساء وهناك أختمت اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة وأيضا الدورة الثانية والعشرين للمجلس السياحي العربي للسياحة وأيضا في رده على سؤال لمراسل التاسعة حول مشاريع تربيم المواقع التراثية المتعثرة وعلى رأسها ميناء العقير أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب بأن ملف التراث الوطني سينقل كاملا إلى وزارة الثقافة هذا في نهاية العام الجاري إذن تفاصيل مع زمينا عواض الفياض هناك مواقع أثرية كثيرة في الأحساء تعاني من الإهمال على رأسها ميناء العقير وأيضا مساجد تاريخية وأيضا مواقع أثرية نزالت بعيدة عن أيدي الترميم بعيدة عن أي لوع من الاستثمار بعيدة أيضا عن الحفاظ عليها من ناحية أيضا قانونية وأمنية ما الذي تعيدونه في الهيئة للحفاظ على المواقع التاريخية طبعا التراث الوطني كقطاع التراث الوطني سينتقل نهاية العام هذا إلى وزارة الثقافة ومتأكدين أنه سيلاقي الاهتمام اللي لاقاه أيما كان في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى يومنا هذا حددت المواقع الأثرية خلال السنين اللي مضت منذ تأسيس الهيئة من 18 سنة وبدأ الاستثمار في ترميمها وإصلاحها موضوع العقير مشروع كبير جدا هذا المشروع إن شاء الله راح يتاح في المستقبل ربما للقطاع الخاص للاستثمار فيه ولكن موقع استراتيجي يقع قرب مدن رئيسية شكرا